تتواصل فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في الدورة الحادية عشرة والتي تستمر حتى الأول من يونيو المقبل في هذه الدورة تمت الاستعانة بفرق من السفرات المقيمة في مصر من مختلف ثقافات وأكثر من 30 فرقة من فرق وزارة الثقافة والفرق المستقلة بأقاليم مصر المختلفة دقت الطبول وعزفت الموسيقات التراثية ليصدح مهرجان الطبول مجددا في قلب قاهرة المعز هي الدورة الحادية عشرة لهذا المهرجان الذي اكتسب مكانة تاريخية في إرساء قيم ورسائل السلام حول العالم عندنا دول متميزة السندي اليابان لأول مرة بتشارك معنا سفارة اليابان عندنا الحقيقة البرازيل السندي برضو ثقافة مختلفة عندنا الهند عندنا فلسطين عندنا جنوب السودان بالإضافة إلى 30 فرقة مصرية من أقاليم مصر المختلفة مهرجان السندي بالكلام عن السلام والشعوب والفن مع السلام طبعا هو الفن هو أسهل لغة للتعامل بالشعوب والتفاهو بالشعوب والفن مش هلاقي أسهل من الفن جدا للتعامل بالشعوب افتتح المهرجان على مصرح السوري الشمالي ببوابة النصر بمشاركة مختلف الفرق التراثية والشعبية حيث يشارك في هذه الدورة أكثر من 30 فرقة بالإضافة لفرق من السفارات المقيمة في مصر خاصة فلسطين وجاء اسم المطرب الشعبي محمد طه شخصية المهرجان لهذه الدورة النهاردة المفهود أنا بمثل خالد الزكر المرحوم رئيس محمد طه طبعا ده علم من الأعلام الفنية في مصر يعني رحمة الله عليه وأنا يمكن أسعدني الحظ إن أنا كنت أعزف كمان قبل ما غني كنت أعزفت معا يعني فترة كده وهو طبعا ده يعتبر من يعني يعتبر من أعمدة الموال الشعبي في مصر والوطن العرب يعني شاركتنا في مهرجان الطبول السنة هذه يعني بالنسبة لنا إحنا كفلسطين مختلفة شوية لأنه الأوضاع اللي في فلسطين والحرب والشهداء إحنا اليوم يمكن جايين نقدم رسالة للعالم كله ونقول إنه فلسطين مازالت موجودة وكعادة المهرجان لا يخلو من الحضور الجماهري الكبير من بداية افتتاحه وحتى نهايته بإقبال كبير وكأنه العيد التراثي الشعبي الذي ينتظرونه كل عام بصراحة أنا كل ما باجي بنبسط وبصراحة يعني مش عايزة أقول أكتر من إن ربنا يدمها وإن شاء الله يا رب كل سنة المهرجان ده بادع للسلام بين جميع دول العالم فأباح اسمع منه فيه باجي باسمع فيه نشيء الدينية لذكر السيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تستمر فعليات مهرجان الطبول حتى الأول من يونيو القادم على مصرح السوري الشمالي وقصر الأمير طاز ومصرح الهناجر وبيت السناري بالسيدة زينب وسيستمر شعار المهرجان دائما حوار الطبول من أجل السلام محمود جميل التلفزيون المصرية